تنازل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن حكم الإمارة لصالح نجله وولي عهده الشيخ تمين بن حمد الثاني منتصف العام الحالي شكل الحدث السياسي الأبرز والأهم في تاريخ الدولة الأولى المصدرة للغاز المسالي في العالم في العام 2013 وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاريد الحكم للشيخ تمين بن حمد الثاني وأنا على قناعة تامة أنه أهل المسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة وأنني على يقين رازخ بأنكم ستكونون خير سندا له كما كنتم معي تكهنات وتحليلات وتفسيرات إقليمية ودغولية تناثرت هنا وهناك حول طبيعة التغيير السياسي المفاجئ في سدة الحكم في قطر وتوقيته ودلالاته ونعكساته على السياسة الخارجية القطرية قراءات متعددة ما لبثت عن الصدمات بحقيقة التغيير النابع من رؤية الشيخ حمد بن خليفة الثاني في مواصلة مشروع بناء الدولة بدماء شابة وبروح مبتكرة على قاعدة الارتقاء بإمكانية ومكانة المواطن القطري والالتزام بالثوابت الوطنية والقومية ودعم الشعوب في تقرير مصيرها إن تغيير شخص الأمير في دولة قطر لا يعني أن التحديات والمهام قد تغيرت بالنسبة للدولة فقطر والحمد لله قد أصبحت دولة مؤسسات وعلى كل وزارة ومسسة وهيئة عامة أن تقوم بدورها بموجب الغانون بغض النظر عن الشخص الذي يديرها ومعطيات الواقع لم تتغير وما زال تحدي الاستثمار في صناعة النفط والغاز وفي البنى التحتية قائما وما زال تحدي تنويع مصادر الدخل والاستثمار الواثق لصالح الأجيال القادمة قائما أيضا الأمير الشاب تمين بن حمد الثاني استطاع وخلال فترة وجيزة أن يوفر حوله البطانة التي تعينه اليوم على ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية حتى العام 2016 وفق رؤية الدولة للعام 2030 القائمة على الاستثمار في الإنسان وتطوير الحياة الاجتماعية والارتقاء بالاقتصاد وحماية البيئة من خلال حكومة يترأسها اليوم الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني خلفا للشيخ حمد بن جاسم الثاني الذي يسجل له وضع قطر تحت أضواء السياسة الدولية وتوجيه الأنظار نحوها كقوة اقتصادية في المنطقة والعالم الأمير تميم يعمل ومنذ توليه سدة الحكم في قطر على تطوير شبكة علاقاته مع محيطه الخالجي وتعزيز علاقة بلاده مع العالم على قاعدة المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول خلافا لما تروجه له بعض الدواء السياسية والإعلامية في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر